تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعا رسالة خطية من أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله تضمنت الدعوة جلالته لحضور الحفل الختمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة والذي يقام تحت الرعاية السامية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين في مدينة الرياض وأسلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدة سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له يوم أمس وأعرب صاحب الجلالة عن شكره وتقديره لأخي خادم الحرمين الشريفين رعاه الله على هذه الدعوة الكريمة التي تعكس عمق وتميز العلاقات الأخوية الوثيقة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكتين الشقيقتين مؤكدا بالق اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك على الصعود كافة بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين الشقيقين وأعرب جلالته عن تقديره للمواقف المشرفة لخادم الحرمين الشريفين تجاه مملكة البحرين وشعبها وبجهودها المتواصلة في ترسيخ أواصر العلاقات البحرينية السعودية كما نوه جلالته بالنجاح الذي حققه مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في النسخ السابقة مؤكدا على ما يحظى به من أهمية ثقافية وتاريخية وما يتضمنه من أنشطة وفعاليات شعبية متنوعة تهدف جميعها لتعزيز الموروث السعودي والعربي وترسيخ القيم الوطنية الأصيلة